منذ انتشار جائحة كورونا أصبح فعلا الاهتمام بفئة العمال عفوا على مفارقة عالميا وخاصة خلال الفترة الحالية اللي يشهدها العالم في ظل انتشار وباء كورونا الذي باتت هذه الجائحة عالمية وتنتشر في مختلف الدول حيث عززت دولة الإمارات العمال بجملة من الإجراءات الاحترازية وأيضا المبادرات اللي تتناول جميع مناحي الحياة وللحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع ويانا الحين أكيد الأستاذ محمد حشمت دراز مستشار قانوني في مركز الفجيرة للاستشارات القانونية صباحك ورد وسعادة صباح النور وسروا صباحك والله والخير وسروا صباحك ورد بداية أستاذ محمد يعني أكيد في علاقة معينة تكون بين رب العمل أو المدير وأيضا الموظفين ليكون في مخرجات لهذا أكيد التعاون أو خلينا نقول الشراكة بين رب العمل والموظفين خبرنا عن أنواعها وفي الأول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هي العلاقة اللي بتنشأ ما بين رب العمل والعمل هي علاقة رضائية تنشأ بين الطرفين اتنين وتعاقدية أيضا ما هي علاقة رضائية تعاقدية بيحكمها عقد العمل ما بين رب العمل والعمل نفسه بيبقى فيها موضح فيها العمل لقاء أجر بيتعهد فيه الموظف أو العمل إنه هو يعمل تحت إدارة وإشراف رب العمل نظير أجل بيقوم به رب العمل فيه العلاقة التعقدية زي ما حك أشارته هي الموجود فيها إنه هي بتختلف فيها لها أن نعيني اثنين من العلاقة يما تكون علاقة محددة المدة أو علاقة غير محددة المدة كلا هم عقد ولكن هو يفرق بينهم إن عقد محدد المدة له بداية ونهاية سي بيبدأ من 1-21-20 أنتهي في 1-1-22 عقد غير محدد المدة له بداية بس مالوش وقت محدد أو غير معلوم النهاية ممكن أستمر مع رب العمل 4 سنين 5 سنين 10 سنين إلى ما لا نهاية ولكن العقد محدد المدة لا يتجاوز 4 سنوات اللي هو محددة فيها لو تجاوزت كده بينتقل إلى عقد غير محدد المدة بدي الطبيعة اللي بتحكمها واللي يحكمها عقد العمل والعمل لعمال قانون رقم 8 سنة 1980 طبعا أستاذ محمد أكيد شاهدنا من انتشار جائحة كورونا جهود دولة الإمارات وأيضا قيادتها الرشيدة عشان يعني كان هناك في العديد أيضا من المجالات ومن ضمنها العمل والعمال فما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لحفاظ حقوق هؤلاء العمال وأيضا سلامتهم في مؤسساتهم الحكومية بالطبع زي ما حضرتك قلت كانت دولة المؤرات العربية المتحدة كانت من الدول السباقة في إصدار بعض القرارات والإجراءات الاحترازية للحفاظ على حقوق العمل وكذلك صحة العمل ورب العمل نفس الشيء أصدارت قرارات وزرية تنظم العلاقة خلال فترة جائحة كورونا اللي هي بتتمثل فيه أن هي حددت خمس حاجات ما بين العمل والعمل خلال الفترة دي أنه ممكن ينزل الراتب بتاعه يخفض من قيمة الراتب بشكل مؤقت أو بشكل دائم أو أنه يعطي له أجازة بدون راتب أو أجازة مدفوعة الأجر أو فشل في الحياة كلها ويعطي له مستحقات خدماته ويقدر يغادر الدولة فهي أصدرت قرارات موجودة فيها العمل عن بعد وحماية حقوق العمل والعمل بين الطرفين الاثنين نعم أستاذ محمد أكيد بعد انتشار جائحة كورونا لاحظنا بأن العديد خلينا نقول من الشركات خفضت أجور الموظفين فهل في إجراء قانوني وهل مسموح بهذا الشيء؟ زي ما حضرتك قلت وتفضلت وزي ما الخرارات الوزرية صدرت هي فعلا أدعطت الحق ما بين العامل ورب العمل بس بالاتفاق إنه ينزل القيمة الإجارية عفواً القيمة العقد العمل لموافقة الموظف لابد من موافقة الموظف وإذا ما وفق الموظف إذا ما وفق الموظف عليه أنه هو إما يعطيه حقوقه ومستحقاته وما أبدلش فيه قنوات كثيرة جدا موجودة في وزارة العمل والعمال وتوافق يقدر يقدم شاكه أو تظلم على القرار سواء تخفيض الراتب أو منح أجازة بدون راتب أو إنهاء خدماته نعم أستاذ أيضا بعدما اتطرقت مروة ذكرت أنه ممكن يعطونا إجازة بدون راتب لكن أحيانا يتم منح الموظف إجازة إجبارية فهي الحالة كيف يقدر يتصرف الموظف أو العامل يقدر أدم شكوى وزارة الموارد البشرية والتوطين قسمه توافق ويقدم شكوى ويتم فحصها من خلال الباحث الخانوني ولا يحق لصاحب العمل أنه يدي أجازة إجبارية بدون موافقة والذي هنا حتى لو تم تخفيض الراتب بيبقى فيه ملحق موجود لأخذ العمل العمال لازم يصدق في العمل العمال سواء تخفيض الراتب بشكل مؤقت أو بشكل دائم أو إعطاءه مهل اللي هي الأجازة بدون راتب أو براتب كامل أو بدون راتب على طلاق كل دية الوزارة لازم يوسق لازم يكون فيها رضائيا ما بين العمل ورب العمل إنها يرضى الطرفين لابد من رضى الطرفين لا يحق لصاحب العمل أو رب العمل إنه يجبر العمل صحيح أستاذ في ظل هذه الظروف لاحظنا أيضا أن العديد من خلينا نقول الشركات والمدراء أنه عقود العديد من العمال عندهم بطريقة الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمات التعسفي بهذه الطريقة أو عن طريق القانون هل بإمكانهم خلينا نقول أن يكون عندهم شكوى عند المحكمة أو قانون العمل والعمال أنه يحمي هذه العمال طبعا زي ما قلت لحضرتك بأكد دايما في كل المحافل واللقاءات أن دولة الإمارات العربية كان من أولى اهتماماتها هي حفاظة حقوق العمل والعمال صحيح وهي فتحة قنوات التظلم والشكوى فيما يخص أي إجراء يتم ضد العمل دون رضاءه فإذا أنهيها تخدماته حتى لو أنهيها تخدماته في ظل إجراءات جائحة كورونا لا يحق لرب العمل أنه ينهي خدماته بموجب أو حسب الجائحة الموجودة فيها ولكن هي أدت له بعض الإختيارات أن أنا ممكن أخفض الراتب تابعه أخفض أدي له أجازة بدون راتب أدي له كمان أقل ضرر أقل ضرر الموجود فيه حتى أنا عندي عمالة زائدة أقدر أسجلهم في برنامج وتطبيق في موجودة بأوزارة الموارد البشرية أننا عندي العمالة زائدة في بعض الشركات أثناء فترة الجائحة كورونا لم تستطع استقدام عمالة فلو اسم الموظف ده مسجل في البيانات دي يقدر أي جهة تانية عملت يقدر تستعين به ولكن هو ينهي خدماته بدون رضاؤه فهنا بيرجأ للقنوات المشروعة في تقديم شكوى في توافق وزارة الموارد البشرية وبتم بحثها ويحفظ حقوق الموجود فيها أكيد طبعا أستاذ محمد ذكرنا أنه ممكن للموظف أو العامل أنه يتظلم لكن هل دائما يكون الموظف أو العامل فهذه المؤسسة أو الشركة على حق أو ممكن أيضا يتوجه رئيسه أو رب العمل أنه أيضا يشتكي ويتظلم على هذا الموظف يعني أكيد مش دائما الموظف على حق أكيد طبعا هو كل واحد في الفترة دي بيحب يثبت أنه أنا صاحب حق موجود فيه ولكن الجهات القانونية المسؤولة وعند تحقيق وبحث الأوراق والمستندات والعلاقة وعاخذ العمل المهمة وثبت في العامل العمال وما تم تعديله بناء على موفة الترفين وإلحقها في السيستم لعمل العمال هنا بيثبت حق كل واحد إذا كنت أنا أتبلع على رب العمل فبمجب العقود والمستندات الموجودة بيقتدح أن أنا مليش حق فإذن بترفض الشكوة وكثيرا من الشكاوى تم رفضها بالتداعي أو أنه يتداعي على رب العمل وكثيرا من الشكاوى أخرى تم تنازل عنها أو رفضها اللي هي قيمة من رب العمل على الموظف الجهات الموجودة والمحققين القانونيين في وزارة الموارد البشرية وإن لم يستطيعوا حلها بالطرق القانونية الموجودة القانوني الدعم حق أنه يفصلها للقضاء ويحولها القضاء هنا القضاء بيقول قلتهم من هو صاحب الحق أو من لها صاحب بالمستند والأوراق الرسمية صحيح أستاذ محمد الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمات بطريقة تعسفية يتوجب على أكيد شركة الشركة اللي العامل فيها أنه يدفع أجر ثلاث شهور للموظف صحيح ولكن بظل أزمة كورونا هل المفروض أيضا يكون في هذا المبلغ أو لمدة ثلاث شهور إذا كان الموضوع مثلا تعسفي هو تعسفية بيحكمها برد زي ما قلنا في الأول على حسب نوع العقد إذا كان عقد محدد المدة ليه أحكام وعقد غير محدد المدة ليه أحكام عقد المحدد المدة هو بليه ترمو محدد ليه سنة معين لو أنا كموظف أو عامل أنهيت العقد قبل أن أخدم فعلي أن أنا ألتزم بتعويض رب العمل عن فترة الشهرين الموجودين فيها إنذار الفصل التعسفي لو تم من رب العمل نفسه الموظف فعليه أنه يعوضه مدة ثلاث شهور في القانون موجود فيها وهو هنا القانون موجود فيه الإجراءات الاحترازية والقرارات الوزرية بتحمل حقوق الاتنين ما فيهاش خلاف موجود فيها أكيد طبعا أستاذ محمد بعض الجنسيات الأسوية ممكن يعني يصعب عليهم التوجه إلى الأماكن لرفع تظلم كيف تقدروا تساعدونهم طبعا بشكل قانوني هو ما يقدرش نساعدهم إلا إذا توجه هو عبر القانوات اللي هي المتاحة سواء ببرامج التواصل الاجتماعي أو على الطريق الأونلاين الموجود وإحنا في الوقت ده بنقدم حتى خدمات لحفظ حقوق العمال بدون أي أتعاب بدون أي شيء حفاظا لحقوقهم وإحنا نحقلهم مصلحة بين الطرفين أكيد أستاذ محمد نبابنك نصيحة للموظفين عن طريقة خلينا نقول كيفية التوجه وكيفية خلينا نقول رفع شكوى عند أكيد المحاكم العمل والعمال هو في نقطة مهمة جدا أول مكان يتوجهون لوين نعم هو في نقطة مهمة جدا اللي نفرق فيها أننا مجرد أننا أتقدم بشكوى ضد رب العمل أو رب العمل يتقدم بشكوى ضدي إذن أصبحت هنا فيها عداء قانونية صحيح لما بيحصل فيه عجز من رب العمل أنا هل هو تكلم عن ناحية الموظف حصل فيه عجز عن رب العمل في أداء مثلا راتب معين كون أننا لجأت الجهات المعنية وصاحبة الصلة أننا بطلب بحقي هنا بيعتبر رب العمل بيعتبرها لأداء تقاضاني وبفيه شيء من العداء ولكن هو سلكت المسلك القانون الموجود فيه الجهات الموجودة حاجة فيها كلها عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين فيه توافق هي بتتقدم كلها عن طريق الرقم المباشر وبتنظر فيها وبتم الجمع ما بين الطرفين الاثنين سواء رب العمل أو العامل عن طريق البرنامج أونلاين أثناء فتر جائحة كورونا ويتم حل الشاك ولم يتم حلها وديا بتضطر الجهات ديات التي تحويلها إلى المحكمة صحيح أكيد نورتنا الأستاذ محمد حشمت دراس مستشار قانوني في هذا الصباح يعطيك العافية إيه الله يحمي جميع الموظفين يضيك العافية صباح خير وصباح خير ووطن أهلا وسلم وحضر يضيك العافية